اشتركوا في القناة ابو بكر لدى بيوم ابو بكر كفا ما تحيي رب العالمين ولتعذب عالو ديبتها قناة الحلقة رقم 32 ديبت الحلقة رقم 33 عمال بن ياسر وامه وابوه وكمسليهما مسعب بن عمير سهيب بن سنان الرومي وعثمان بن عفان وابو بكر تصديق وطالحة بن عبيد الله لواجهوا اشكال وعذاب وويلات مقابل لدعوات في سبيل إلا دعوات لسهم دو ولا رقب وديبو قناة تهيئتو اللهم هيني كمسل حلقة لنا يا أول حلقة إيمان سامد وثابت لبوم سب جلاب دينهم روحتهم لفدوا لعلى وجلاب دينهم لبوتو سب توم التاريخ العزيم ردوان الله عليهم سحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعذب عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم وكانوا حلفاء بن مخزوم فكانوا بن مخزوم على رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح إذا حمية الرمضاء فيعذبونهم بحرها ويمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة اللهم أقفر لآل ياسر لبنا كافيتهم حتى إلا الحديهم ولا عزبهم ومن العزبهم بس ربعنا إلا وصرنا إلا وركبنا للبريد تحقلنا لكن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما نازلوهم لبعض تحنى بصدق منيناها من قبي سانا شهدت لتمنى بصدق ربما نازلنا الشهداء لبعض وأسأل الله ينتقبل إن شاء الله اللهم عمار بن ياسر أمو وأبوه اللهم حلفاء على سب قلد على وسب اللبنسل بنو مخدوم على أقلهم قلد على أقلهم وحلف على أقلهم واللهم بنو مخدوم هيني نسوهم على ودي برأسهم ورهم من وجههم لعلى أبو جهل على لأفقورهم على وعدها دي با برحا دي با بر دي با برور ودي با أكان لفايحة بر أفقورا معلو كمسال حفنات لمدر كمسال حفنات كجيبال عزوبو معلو بحفانتا والرسول صلى الله عليه وسلم مندر تعزبو بجفريهم دا الحلفكم سالمرة صبرا آل ياسر صبروا سواعد ياسر صبروا دو موعدكم إن شاء الله واجابكم جنتا ربق الله أغفرقلكم تو صبرا آل ياسر إن موعدكم صبرا آل ياسر موعدكم الجنة واجابكم جنتو إن شاء الله اللهم أغفر لآل ياسر يا رب أغفرقلهم يا رب رحمهم اللهم بالعلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاقلهم وبشريهم أما ياسر والد عمار والد عمار ياسر والدايو هو ياسر بن حامر بن مالك الحنسي المزجحي فقد مات تحت الحذب عند العذوب موتى لياسر أبو قرع عمار وأما أم عمار وهي سمية وهي سمية بنت خياط مولاة أبو حزيف المخزومي وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة فطعنها أبو جهل في قبولها بحربة فماتت وهي أول شهيدة في الإسلام لأبو جهل أبو كونات من قدم دابطايا دبع الحامة كان يعني حواني دبع دابطايا بكونات وموتت وأول شهيدة في الإسلام إلا سمية بنت خياط ومو قل عمار سيدو قل ياسر إلا سمية بنت خياط موراة أبي حزيف المخزومي أول شهيدة في الإسلام تادا أوليب أنسات بدير خديجة كفا استبصرت كفا سبتت ودي إلا سمية كفا سبتها الليل لمؤمنات بدينان قلت مساكا وبدينان عزت قلتها بدل ما مقريات وفتن ديب ووادقاء وبساطة الأستسلمة قل حواني نفس وقل اتباعنا يا شيطان واتباعنا يا دلال لسيلة بدوح عبرات وبدوح قصص عبروا بديبوا وإن أستفيد منه بحكم بديبوا للا نسي تاريخ المثل تاريخ حنقل رافعته تاريخ إيمان لواسكتو تاريخ سبات للمدد تاريخ تو ومن قلنا أمرو داريوتو لأنه أول شهيدة دي بإسلام العلد السيدة وقتد سمية بنت خياط أمو قل عمار السيدة ياس العلد وأما عمار فقتل فثقل عليه العذاب أما عمار فثقل عليه العذاب بعد حديبوا وكابد ديبوا فإن المشركين تاريخ كانوا يربسونه درعا من حديد في يوم صائف لبسيف لبحر الوقت يحفون اندهلا لدرع لناي حاتين لربوس عليه وثالثا يدعون على صدره سخرا أحمر ثقيلا يعني وخلاص حي تحفون وانتو كبود بلقد ومند عباين ننس أو التنحر كالروع علو وثالثا كانوا يغطونه في الماء أيضا مرة ينسوك التماء لقد أسعر والتماي ديورة الروق علو وادبك بالدماء لأتوه علو حتى قال بلسانه بعد ما يوافقهم وقلبه مليء بالإيمان يعني بعد الكلمات بيلا كترة حزاب كترة مهتم لبقول علو وديبلش أن الله ينربي آيات كرة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان وقدمه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم قدب من الله ولهم عذاب عظيم إيمان بالبوم وربي الله لأيات اللعك من أكره بيلا كترة مهتم لكن الله سبحانه وتعالى باللاعيات كرة من أكره بالله من بعد إيمانه إلا من أكره من كفر بالله أعوذ بالله من تارجيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم كم سأله مسعب بن عمير وعذب في الله مسعب بن عمير كان من أنعم الناس عيشا فلما دخل في الإسلام منعته أمه الطعام والشراب وأخرجته من البيت فتخشف جلده تخشف الحية المسعب بن عمير وعذب منعامين وعذب خير وعذب رفاهية وعذب المدللين وعذب النعمة للإيام وعذب عيشاته سنيت عالد ومن أنعم الناس على ديب الباس ديب نبرا ديب اللي عدوهم سنيت عالد ولكن عبقى أصلا ما أمونا برا كرأتو وماي كرأتو والبالع والسطة كله كرأتو ومن نعبي بيت هيني طردتو فلقروا بحنفاف ودا كما من نأروله فأقر الحنفاف فأروك من أنتلو سك ودي قبقى اللي مسعب بن عميرتو كمسله هو سهيب بن سنان الرومي وعذب السهيب بن سنان الرومي حتى فقد وعيه ولا يدري ما يقول سك الموحي لا يفقد سك العقل فقد دابطه وعذبه كوي وده علوه لما أروت من نومته كمسله هو حثمان بن عفان رضي الله عنه من هل عبي على القرفاء أو ثالث القرفاء الراشدين عذب عثمان بن عفان كان عمه يلفه في حصير من ورق النخيل اللي لا دانقعب لا منا ولا بيروب لنا ياك عليه بنده ناس ايو ديبو داك انت عايما عليك هتتحنتي ولا قاتي على ومارا اللي عزبه على وكوي ودي على وديب اللي حصير اللي اللي ودي على هو ابوه ثم يدخونه من تحته كمسله هو ابو بكر الصديق وطلح ابن عبيد الله اللي هو مهيني منه عذاب ومنه اشكال ومنه اذاء ومنه درر بدوحة ريوم وأوذي ابو بكر الصديق وطلح ابن عبيد الله اخذهما نوف البن خويلد العدوي وقيل عثمان بن عبيد الله اخو طلح ابن عبيد الله فشدهما في حبل واحد ليمنعهما عن السلاة من النام وعن الدين فلم يجيباه فلم يجيباه فلم يجيباه فلم يروعاه إلا وهما مطلقان يسليان وسمياء بالقرينين لكونهما قد شد في حبل واحد يعني أرحبه بأسريهم أسروهم مسل أسروهم عشان كده القرينين سموهم حلو كما وسعاد لكم مسل قرونهم كمسل يوم مسل قاندقارنوهم لودوهم وكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم ولوه شرف ومنعه أنبه وأخزاه وأوعده بإلحاق الخسارة الفادحة في المال والجاه وإذا كان الرجل ضعيفا دربه وأغرابه والحاصل أنهم لم يعلموا بأحد دخل في الإسلام إلا وتسدوا له بالأذى والنكال كانت هذه الاعتداءات ضد عفاء المسلمين وعامتهم أما من أسلم من الكبار والأشراف فإنهم كانوا يحسبون لهم حسابا ولم يكن يجتري عليهم إلا أمثالهم من رؤساء القبائل وأشرافها وذلك مع قدر كبير من الحيطة والحذر مننا سبقات ومننا أوجهات ومننا مشاهير بدورة عدو دبامي علوح لكن الأذى برضو تمستوى هم لهم كمسالي هم الحوام والأبوام ولهم لما أصلوا هتوامتم ديكوني لدو عفاء والعقل منهم قدر ديبومي علو والآزوامي علو ديبالاق النبطرتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة